اشتركوا في القناة تكذب الغطاس من الساسة العراقيين وفي عنواننا الثاني مياه يفترض أنها مصفات وجاهزة للشرب تملأ خزانات الناس في الكوفة تملأها بالطحالب وتملأها بالطين وفي عنواننا الثالث نتيجة كارثية أو عفوا نتيجة كارثية الخدمات المقدمة في المشافي الحكومية المواطن العراقي يتحول إلى المواطن الصحفي ويوثق هذه الكوارث الجماعة في المنطقة الخضراء أطلقوا مواقف نارية نتيجة لف الرئيس جلال طالباني بالعلم الكردي بدل العلم العراقي الجماعة قالوا أنهم انسحبوا غاضبين زعلانين محتجين نسمى أحد هذه المواقف الجميلة ذهبنا اليوم إلى السليمانية من أجل استقبال جثمان الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني من ألمانيا وبعد وصلنا إلى مطار السليمانية وبدء مراسم التشيع فوجئنا بلف علم الأقليم حول جثمان الرئيس طالباني وليس العلم العراقي الطالباني رئيس جمهورية العراق لدورتين وكان رمزا لوحدة العراق وعنوانا للتقارب والتعايش القومي بين العرب والكرد ولكن مع الأسف خانه بعض العنصريين الكرد بلف علم الأقليم حول جثمانه مما اضطرنا إلى الانسحاب وعدم المشاركة في صلاة الميت ومراسم الدفن للرئيس الراحل جلال طالباني حاشة لوحدة العربية الكردية وليخسع العنصريون من الكرد والعرب الذين يعملون على شق اللحمة الوطنية العراقية موقف قوي من سيد موفق الرضيعي ليهنأ العراق حقيقة بهكذا رجال الشداء فيما يتعلق بثوابت العراق القومية لكن لكن الربيعي موفق الربيعي وغيره مثل هادي العامري وأبو مهدي المهندس ما شخصيات تتلاف دولة القانون يبدو أنهم نسيوا أن هناك اختراع عن اسمه ماذا؟ الكاميرا في كل بصر الكاميرا هذه قوم هل تعلمون هذا الاختراع؟ هناك اختراع في الحياة اسمه كاميرا توثق اللقطات يعني بواسطة الكاميرا نعرف من حضر ومن غاب نحن لا نعيش في غابات الأمازون نشاهد السيد مسعود البارزاني رئيس أقليم كردستان السيد دكتور سليم الجفوري رئيس مجلس نواب العراق قرباء urning طيب يا جماعة إذا أردتم الكذب يعني حسبوها صح يا أخي حسبوها في كاميرات يا عيوني في كاميرات تصور يعني قاعدين أنتوا قاعدين هذه العامري أبو مهدي وقاعد الأعرجي يعني سليم الجبوري الرجل ما قال والله انسحابه لا الرجل واضح يا الأمور ذهب والعلم يلف الجثمان العلم الكردي واضح يعني الرجل يا أخي في كاميرات تكذبون عيني عينك عيني عينك تقولون انسحابنا وأنتم جالسون والخشوع يملأكم أرجوكم يا قوم ليس هكذا تورد يا سعد الابل ليس هكذا تورد يا موفق الابل ليس هكذا تورد يا هادي الابل يا قوم ترى الكاميرات والتوثيق رح أجيب أجلكم الله أعلم العراقيون يوثقون كل شيء بالكاميرا بالصوت والصورة كل شيء موثق لا يفوت الناس شيئا لتوثيقه لذلك أصبحت الأمور يعني مفضوحة وبالتالي كل أكاذيبكم يعني تنكشف وبسرعة مساكين والله العظيمات التقنيات الحديثة يعني وضعتكم والله أعلم وضعتكم في الزاوية طيب نشاهد أحد حالات التوثيق العراقين كثيرة من المناسبة العراقي الآن يوثق أي شيء كل شيء نشاهد أحد هذه يعني حالات التوثيق على سبيل المثال للحصر في الكوفة صعدت لبتان كلية الماء بعد ما يجي لقيتها متروسة للطحارب منطقة البراكيال المشروع الجديد شارع المطار الجديد هل يشوفون المسؤولين إذا هذا التانك ما هيك شلعده معانا شلوان شما مايصر عندنا أمراض يشهد الله هذا التانك اللي نستخدمه ما أدري صعدت لقيتها هيك هذا ما يفترض أنه مصفى وجهز للشغب ملأ الخزان بالطحالب والطين تفضلوا وردوا على هذا الفيديو إن استطعتم وردوا بماذا ستوررون سوء مياه الشر بهذه الطريقة بالصوت والصورة وردوا على هذا الشخص إن استطعتم من جملة موثق العراقيون كذلك فيديو عن منطقة القبلة في مدينة البصرة نشاهد كذلك نتحدث عن موضوع منطقة القبلة أثناء أحدى المهمات الصحفية منطقة القبلة لاحظنا وجود الكلاب السائدة في مجموعة المستقعات وبسبب عدم متابعة هذا الموضوع وموضوع المستقعات في منطقة القبلة تصورنا نصورنا العزيز يعني تلاحظون هذه الكلاب موجودة محمد هاي سريع استطلاعي يعني هي عبرت منها هي عبرت منها نام لهناك يعني وأكو سميش أكيد هذا السائل جوز عبرت منها نعم نعم عبرت من هالمكان هالمكان أكو سميش أكو روبيان أكو كل شيء أكو طيور طيال حور أخي تفضل قريب علينا أخي أبو وليد أنت باعتبارك من هذا المنطقة حدثنا شنو المضيين الكلاب السائب ورعية المستنقعات هاي الكلاب السائب أستاذ مالهجارة يعني خاطبنا البلدية خاطبنا الصحة خاطبنا أي شيء الجهال بالليل ما يقدروني يطلعون من وراه يعني شوقون السائد المشوي احنا اليوم جوه لي في منطقة القبلة ويانا هاي المستنقعات خاطبنا به وجاء يجينا ماء مرعدها للشرب يجينا ماء مرعدها للشرب يعني للإسالة ماء بالإسالة يجينا مرعدها الصبح ماكو ماء نهائية يعني هاي البيت إذا شغل وهذا إذا شغل ما تاري هذا في منطقة القبلة في مدينة الباصرة استنقعات كلاب سائبة كلاب شاردة استنقعات يقول لك ممكن نجد فيه سمك روبيان استهزاء أيضا حتى تصبح صفعة أقوى على خدود المسؤولين يقول لك ناشدنا البلدية ستستمر المناشدات لكن بالعموم هذه عادة حميدة عند العراقيين هي مسألة التوثيق بالفيديو توثيق كل شيء هذه عادة حميدة جدا وأعتقد أن لو كان بيد الجماعة في العراق منعوا الموبايل منعوا جهاز الموبايل منعوا شيء اسمه الكاميرا لأنه يدينهم هذا التوثيق كذلك من هذه الحالات التي يوثق فيها المواطنون فساد المؤسسات الحكومية إهمال المؤسسات الحكومية مثلا مشفى للطفل المركزي في بغداد نشاهد الفيديو السلام عليكم الساعة سبيل وحدة ومس في الليل كيف ساعتك؟ وهذه مختبر طوارئ ويستشفى الطفل مركزي وهو تحليل ما يدرار معناتنا الطفل المريضنا يمع السبيل وهو المختبر أريد من الجهاز ويستشفى الطفل المركزي وهو المرتكب وهو المرتكب فهو المرتكب ويستشفى الطفل المال المرتكب وطارئ وطارئ سليس الان ويقضع مغلق ويقضع مغلق ويقضع مغلق في حاتف كل يشحر جاء أجد حجة هذا المكوين وغلق حاليا أرز لعادة المحاملة في موضع ومعرف من البلد عدواء عدما نواحليشتك ومعرف ويوجد مهام ومعرف يوم الحالات ما تزمن أوراها التسييب هذا الموجود في كل موضوع يعني هو رواح الناس كيدة وعلى أفراس من عين خدمنا عني قلت قريبا الساعة ورجعناه وماذا مختبر الطوارئ واستشعر الطفل المركزي بالإسكان وكأن هذا المواطن يقوم بتحقيق استقصائه يسجل كل شيء بدقة وحرفية هذا هو المواطن الصحفي بفضل هكذا حكومة مهملة فاسدة تحول العراقيون جميعا تقريبا إلى صحفي الموضوع لا يحتاج سوى موبايل مشحول فقط فقط موبايل مشحول في الجاي وتتحول إلى مواطن صحفي ويمكن أن تغير رأي عام يمكن أن تؤثر في الرأي العام يمكن أن تحدث بلبلة لأنه لا أكثر من حالات الفساد هذه في العراق يعني هذا مختبر هذا الرجل حالة طارية مع طفله وين أبو المختبر؟ لا أحد يعلم الطريف أن الرقم الموضوع يعني الالتصال في حال وجود شكوى أو مشكلة هذا رقم المكتب الفتش العام مغلق الرقم لماذا تضطر الرقم؟ مغلق مغلق الرقم والله العظيم هذا من المضحكات الموقيات أيضا في ذات السياق الطبي لأن واقع المشافي العراقية الحكومية كارثي كارثي شاهدوا حلم هذا العراقي مغلق الرقم السلام عليكم شو أخباركم شباب شو أخباركم شو أخباركم شو أخباركم طبعا أنا الآن أحد المستشفيات لا أريد أن أتجيب أسمها زوجتي خربطت مهم أتجيبت هل المستشفيات أنا كمواطن عراقي وأحلم وأحلم وكل الموجودين في العراق أحلمون هذا الحلم اللي أحلم أنا بني يجي مريض للمستشفي يعني أتمنى تتلقاني ممرض بسلوب حلو زين أتمنى من أجي مريض جايب على العربامة أو شايلة بيدي زين ما أظلت نقل بي روح والله هناك روح أخص الضغط ماتة وهنا روح أخص السكر ماتة وهنا قعد زين قبل شوية أنا طبعا بالمستشفى حالة شفت والله روحي لعبة كل شوية يعني مثل ما تقولون لكو ناس يعني ما عدها ناس ما عدها كان راحة في المستشفيات الأهلية زين ليش مستشفيات الأهلية مع عاملتهم كل زين من أول ما طب للباق الحد ما تطلع من تنظيف من خدمات من حشي من نصائح من كل شي زين ليش مثل من مستشفيات الأهلية موجودة عدنا بمستشفيات الحكومية للأسف مع عدم يعني مثل دولا قعدهم رواتب دولا ما قعدهم رواتب يتساءل هذا العراقي بحرقة ليش ليش للمشافر الحكومية هكذا وقحا بحرقة يتساءل طيب في أحد شوارع كربلاء رجل أغمي عليه بقي في الشارع حوالي الساعة ملقا مغمن عليه لم يجر أحد على مساعدته على إصعافه على رفعه لم يجر أحد نشاهد الفيديو أولا لم يجرؤوا على رفعه الناس خائفة لماذا؟ لأنه إذا مات لا قدر الله في المشفى مثلا ساعدوه وأخذوه للمشفى وتوفي بالتالي تصبح هناك ورطة لأن عشيرة هذا الرجل ستأتي إلى المسعف وتنتهمه مثلا بالقتل وتدخل في قضية فصل عشائري يعني هذه الفصول العشائرية تكاد تكون تقطع النخوة من الناس تمنع المعروف من الناس ما حق الناس خائفة لأنه عندما ممكن تتورط في قضية أخرى نرى العراقين كيف علاقوا على الفيسبوك على هذه القضية راعد يقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل على الفصول الباطلة وعلى الدولة التي لم تجد حل مثل هذه المواقف هي الفصول العشائرية هي التي تمنع مثل هؤلاء الأشخاص أن يساعدوا هذا الشخص قد يلبسون تهمة وبالتالي يدفعون أموال طائلة يعني فصول عشائرية تأتي عشيرة وتطالبك بالدافع ومن لا يستطيع أن لا يدفع لأنه لا حكومة في الموقف كي تحل المشاهد وبالتالي هذه السلطة قوية جدا والجميع يخشها تعليق آخر على هذه القضية أبو سيف يقول لك بسبب بعض أصحاب نفوس الضعيفة من المحسوبين على الشيخ العشائر انقطع سبيله المعروف تقول لك أبو سيف بسبب بعض المحسوبين أو نفوس الضعيفة أصحاب نفوس الضعيف من المحسوبين على الشيخ العشائر لأنها مشكلة قضية الفصل العشائري يعني مشكلة عويصة تكاد تقطع سبيل المعروف عند الناس للأسف تعليق ثالث على هذه القضية يقول لك يا أخي والله العراقين أهل غيرة بس من وراء بعض العشائر ضعفين النفوس وصلونا لهذه الدرجة ما على أسف يعني يودندن أيضا حاول نفس القضية وهذه الفصول العشائرية تكاد تجعل العراقي مشلولا بلا غيرة بلا حراك يروا رجلا مغمن عليه وملقا في الشارع ولا يساعدوه تخيلوا وصلت لهذا الحد وما حق الناس الفصول العشائرية أمر لا يطاق تعليق أخير على هذه القضية من حيدر يقول لك عم بس عدنا بالعراق انقطع سبيل المعروف وما تقدر تنقذ بشر ليش لأن راح تخيس بالسجن وإذا مات الضحية وانت ناقذة يعني بيدلة بعد تصير انت القاتل لأنه لا دولة يعني حيدر كانوا يقول لا دولة لا تحقيق لا أحد يعرف شيء لا سلطة هي سلطة العشائر هذي قانوا قوانين الفصول العشائرية أين الدولة لا أحد يعلم أين الدولة في كوكب آخر في هذه المجرة بالتالي تصبح الناس يعني وكأنها لا تستطيع أن تساعد بعضها لهذا الحال وصلنا في العراق الحشد المقدس أين في قائمة العار الأمم المتحدة دخلته في قائمة العار نعيما هذا الهاشتاغ على التويتر لقيه تفاعلا صدا كبيرا طبعا جرام الحشد يعرفها القاصي والداني إذا كانت الأمم المتحدة للأمس حتى عرفت هذه جرام الحشد قال إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم ويتها الأمم المتحدة شاهد العراقين كيف غردوا على تويتر على هذا الهاشتاغ الحشد في قائمة العار الأستاذ حسين دلي يقول لك القرار الأممي هو استجابة للضغوط الشعبية والانتقادات لتجاهل المجتمع الدولي جرام الحشد الذي تدعمه حكومة حيدر العبالي طيب جميل يعني أن تصدر قرارا متأخرا خير من أن لا تصدر قرارا أبدا يعني من هذا الباب جيد جيد يعني جيد الحشد ارتكب فضائع فضائع ولا أحد يجرع يعني لا أحد ينتقده لماذا والله الحشد يحارب الأرهاب طيب الأرهاب هو مع الأطفال والنساء خلاص يحارب الأرهاب تويت أثاني على هذا الهاشتاغ الحشد في قائمة العار أحمد العراقي يقول لك على الأمم المتحدة لا تكتفي بهذا القرار المتأخر فقط وإنما محاسمة الحشد على ما فعله من جراءة متدمير وسرقة والله يا أحمد شوف أن الأمم المتحدة تيجي تحاسم الحشد هذه أعتقد يعني لا أعلم تكون المستحيل الثامن هو جيد حطوه في قائمة العار جيد يعني خطوه ممتازة لا يرجع من الممتحدة أكثر من هذا للتوازنات يعني إقليمية تويته ثالثة على هذا الهاشتاغ عبدالعزيز يقول لك الأمم المتحدة تتهم الحشد بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الأطفال وتدرج اسمه على قائمة العار كويس ويعني يعني شيء أفضل من الله شيء شيء هذا الحشد المقدس تجان الروس الخطوط الحمر أنتم الآن في قائمة العار أممية وإن هذه الممتحدة متأمرة عليكم وكذا يعني من التخرجات تويته أخيرة أعلى الحشد في قائمة العار الدكتور جاسم الشمري يقول لك الدكتور جاسم لأول مرة الأمم المتحدة تضع الحشد الشعبي في قائمة العار للمجموعات التي ارتكبت انتهاكات ضد الأطفال سواء بالقتل أو التعذيب أو استخدامهم بالحروب لأول مرة إن شاء الله لا تكون الأخيرة لأن الحشد فيه رموز معروفة السادة المسؤولين في الحشد حجي أبو مهدي حجي هادي قيس الخز علي كثر كثر يعني كثر لا تحضرني أسماءهم الجميلة الآن ترى إذا الحشد وضع على قائمة العار أنتم الآن في قائمة العار لكن لم تسموا ممكنها ممكن يعني في قادم الأيام بالإسم تصبحهم في قائمة عار أممية هكذا أمام العالم مضضحون أيها المقدسون ترجمة نانسي قنقر أحياكم الله مجددة كيف هو وضع العراق في الكرة الأرضية؟ السؤال صعب يعني أخبار العراق تملأ الدنيا هل هذه الأخبار تتناسب مع عدد سكان وبالنسبة لعدد سكان الأرض؟ هل هناك تجمع بشري بهذا العدد أخبار وتملأ الأرض مثل ما تملأ الأرض أخبار العراق؟ مشاهد موسيقى 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 العراقيون هم 0.49% 0.49% مع عد سكان الأرض لكن أخبارهم تملأ الأرض لماذا؟ ربما هذا قدر العراق يعني جغرافية العراق ثروات العراق أمر حساس جداً حدود العراق حساسة جداً إمكانيات العراق ضخمة هائلة العراق ربح الله في الأرض لا بد أن يتصدر تتصدر أخباره الأرض تتصدر أخباره بالسوء إن شاء الله بعد فترة تتصدر أخباره بالخير حساسة جداً موسيقى 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 موسيقى